لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد والحقيقة التي طلعنا عليها من خلال المعلومات المتوفرة لدينا من يرى عكس ذلك فهو حر ولكن على الجزائريين أن يفتحوا عقولهم ألا يتحولوا إلى مجرد ناس يطلقوا كل مهبة ودب أحيانا أحطار ري جي واحد ينشر خبر وينسبوا إلى مصدر المصدر هذا أصلا صفحة مجهولة لا يعرف عنها شيء ليس كل ما تجده يتماهى مع ما تريده مع نهره صحيح إذا كنت أنت تتمنى أن يكون هناك صراع داخل مؤسسة العسكرية ضد الدستور لأن الدستور ما عجبك ما شو تلقى الخبر اللي تلقاه ولا اللي يجي يحكي لك خبر تروح تنشره هو صحيح وإذا كنت أنت أيضا تريد هذا الدستور أن يفرض نفسه بمجرد ما يجي واحد يقول لك ما كانش صراعات أصلا تهضمها مباشرة الأمور تأخذ بعقلانية ووعي ووعي وفهم حقيقي لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد نحن لا نحرض على الدولة ولا نحرض على الفتن ولا نحرض على المحل ولكن نطالب بإصلاح المسار لأن المسار الذي كان سيؤدي إلى استقرار الدولة الجزائرية هو ذلك المسار الذي بدأ في 22 فبراير والذي دعمه وأيده القائل صالح استمرار في تحقيق مطالب الحراك الشعب المتبقية وهي كثيرة ولا تحصى ولا تعجب ما زالت في حكم الغائب محاوة اجتثاث العقلية البتفلقية واجتثاث الممارسات البتفلقية والابتعاد عن الوعود بالكلام بالأقوال بل يجب أن يكون الأمر ويتحول إلى أفعال حقيقية الجزائر لن تبنى لن تبنى بالحملات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذا أو ذاك الجزائر تبنى بقرارات تبنى بممارسات حقيقية تبنى بالتفاف الشعب الجزائري حول هذه التحولات التي تشهدها الجزائر إذا كان بداية التحول هو دستوره أول مشروع يقدمه الرئيس عبد المجيد تبون محذر لوش محذر لوش وما فوتاش فيه في بلستو مارس وبعد ذلك هذا الدستور يقاطعه الأغلبية الصاحقة من الجزائريين كيف يمكن أن يكون الرئيس محل إجماع في قراراته التالية وكانت هذه البداية غير موفقة لو كان الرئيس إيس لو كانت الأمور هذا الدستور ذهب إلى صناديق الاقتراع وسجلت الأمور بشفافية وشارك الناس ورفض واتخذت السلطة قرار رفض هذا الدستور لأن الشعب رفضه ستكسب السلطة الكثير من المكاسب ولكن للأسف المقاطعون خادموا الذين يريدون تمرير الدستور من أقلية الأقليات وأقلية الأقليات للأسف الشديد وصلنا إلى حال تجعلها مجلة الجيش أنهم الشعب للأسف الشديد من المفروض مجلة الجيش تتوقف نهائياً على الحديث عن هذا الأمر مجلة الجيش لا توزع إلى المدنيين توزع بين التكنات في مرحلة معينة كانت توزع المدنيين وتبع في الأكشاك وتم توقيفها منذ سنوات طويلة توزع بين التكنات واش دخلت تحكي لنا أنت أن الشعب زكى الدستور أو مشروع الدستور من أين زكاه الشعب إذا كانت تنظروا إلى أقلية الأقليات هي الشعب هذا شيء آخر إذا كانت تنظروا إلى أن العسكريين هم الذين ذهبوا إلى صندوق الاقتراع وفوتوا بنعم وتشوفوا في رواحكم أنت الشعب هذا شيء آخر أنا أعتقد بأن الأمور بهذه الممارسات ستفتح أبواب كثيرة لن تكون في صالح الجزائر اليوم ولا غدا مثل ما كان في السابق وبال حقيقي أدى إلى الدولة إلى ما نحن عليه مليارات نهبت وحولت وممارسات غير غير مسؤولة وإفساد كبير طال المنظومة التربوية والمنظومة الأخلاقية والمنظومة الدينية والمنظومة الاجتماعية والمنظومة الأمنية وكل المنظومات التي تبنى عليها الدولة وتكون الركيزة الأساسية للدولة كي تستمر وكي تبني نفسها بنفسها فنحن في عصر تتصارع به ضباع العالم ولا يمكن أبداً أن تكون ذبابة في المواقع تستطيع أن تواجه هذه الضباع بل يجب أن تكون أكثر بذلك بكثير بل بهدير الدبابات وليس بطن الدباب يمكن أن تواجه هذه التحديات فضباع العالم آلم ما بعد كورونا ليسوا مثل ما هم قبل هذا الوقت لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكراً لكم شكراً لكم